وخلينا أقول لكم طبعاً ويمكن أبرز بسأل وإحنا بنتابع الأيام اللي فاتت طبعاً الانتخابات الأمريكية وحجم تدفق المعلومات الكبيرة وطبعاً في أثناء حجم تدفق المعلومات الكبيرة دائماً بتيجي أسألة مهمة جداً عن علاقة التكنولوجي بالميديا وفي الآخر علاقتها بدقة وصحة الخبر وأيضاً سرعته طبعاً العالم دلوقتي حديثه الدائماً عن فكرة الفيك نيوز وإنه حتى في وسط التدفق الرهيب للمعلومات ده صعب جداً تقدر تحافظ على دقة معلوماتك وفي نفس الوقت في وسط تدفق المعلومات الكبيرة ده الناس كتير بتحاول أن هي تضغط أيضاً أو تضع بعض المعلومات الخطئة بتشوف منصات دولية كبيرة زي فيسبوك تويتر وغيرها يمكن بيحجوبوا الآن بعض التويتات أو المعلومات اللي حتى بتيجي من زي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اعتراضاً طبعاً على بعض الحاجات المتعلقة بصحة ودقة الأخبار هنقش في فقرة دي إزاي مع التقدم التكنولوجي الرهيب في وسائل الإعلام والاتصالات إزاي تقدر تحافظ على أخبار صحيحة ودقيقة وتفافد أيضاً نشر الأخبار أو الفيك نيوز لأن العالم أيضاً بدأ خليناً يقول يضع خطط جديدة أو وسائل جديدة لمحاربة الأخبار الكاذبة خبير نرحب أيضاً بالأستاذ أيمن صلاح خبير التكنولوجيا للاتصالات والإعلام وأنا شخصياً بحب أستمع دايماً لمحاضراته لأنه أتكلم كتير في هذه الجزئية برحب بحضرتك أهلاً بالتراحة خير وعماريا مص حالي والتيشرت أنا بقيت بعملهم دلوقتي خلاص يعني أجل؟ أه عايزت أعبر عن وجهة نظرك في تيشرت الموضوع بقى سهل يعني طيب كده كده كلنا متفقين حوالين عماريا مص أه طبعاً دايماً دايماً طيب أنا هدأ محرك يعني يمكن يمكن من المثال اللي بيحصل الأيام دي إحنا الأيام اللي فاتت حجم المتابعة كبير جداً على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت عمتاً بشكل عام لكن برضو في حديث عن صحة الأخبار وبردو الفيك نيوز وإزاي نقدر نميز وناس كتير وقعت الحقيقة في أخبار كاذبة وفي وسط التدفق الهائل الرهيب للمعلومات دي إزاي يقدر أحافظ على حصولي على معلومة دقيقة وصحيحة طيب دي مش أول مرة نتعامل مع فيك نيوز الفيك نيوز دايماً موجودة من ساعة ما الإعلامة وجد يعني من زمان قوي مما قبل التاريخ من ساعة ما الإعلامة وجد فيه فيك نيوز هي الفكرة أنه مع الانفجار الاتصالي اللي حصل في شكل وجود الإنترنت بقى إحساسك بالفيك نيوز بقى أكتر لأنه إحساسك بالأخبار بقى أكتر يعني فعلياً إحنا قبل عصر ما قبل الإنترنت كنا بنتعرض يومياً ما بين 300 ل400 رسالة رسالة بمعنى حاجة بتشوفها أحد بيتكلم معاك أنت بتبدأ حوار مع حد مع وجود حاجة زي الإنترنت إحنا بنتعرض يومياً ل3000 رسالة فطبيعي أنه لو عندك نسبة خطأ واحد في المية كانت الأول أربع أخبار خطئة النهاردة بقى أربعين خطأ فهنا الفكرة أنه فيه فيك نيوز آه طبعاً فيه فيك نيوز وفيه فيك نيوز بعنف وفيه نوعين من الفك نيوز إحنا بنسميه فيه فرق ما بين الديسينفورميشن والميسينفورميشن الميسينفورميشن أو المعلومة الخطئة عن غير عمد معلومة خطئة يعني مثلاً آه أنا بأبلغ خبر لكن الخبر عن عدم عمد أو غير عمد أنا أخطأت في تبليغ الخبر وبالتالي طلعت معلومة خطئة وعندي المعلومة الخطئة عن عمد آه يمكن أنا بشتغل في موضوع الفيك نيوز كمان من 2015 بالذات في الموضوع اللي ليه علاقة بالخلافات اللي بتحصل بيزد على الدين إنه النهاردة فيك نيوز حصلت كذا فممكن تولع حرب ممكن في حتة في أماكن كتير في العالم لو في خلاف لو يعني شرارة كهرباء هي اللي ممكن تولع الدين وده أشوف ده أمثالة منه الفترة اللي فاتت برضو بعد حدثة فرنسا وحدثة النمسا طبعا كله بتدفق لكن عبارة صغيرة أو كلمة صغيرة ممكن تولع الدين حرف نقطة يعني إحنا كمان لغات الداد نقطة تفرق القاف لفه وتفرق الداد لصاد وهنا تشكيل على حرف زي أصدقائنا بتعلوها على الغربية التشكيل على الحرف يغير معنى آية في القرآن لو تشكيلها غلط حتفى ما غلط وبالقياس برضو الترجمة يعني إحنا شفنا برضو مشكلة في نقل الترجمات الأجنبية دايما للغة العربية دايما بتمنق لها وأحيانا بقى عن عمد بشكل عن عمد دي بقى المشكلة يعني هنا عن غير عمد نقدر نسامح يعني أنت نقلتلي خبر غلط أنا نقلتلك خبر غلط واحنا مش قصدنا حقدر أقول آسف وأبقى مش شجاعة بكيفان نقول يا جماعة أنا آسف وكذا فكرة إنك تقول خبر غلط عن قصد ده وقضية تانية خاصة أو إن أنا بتدي أقططع ودي برضو مشكلة يمكن كمان مش شفناها بس في مستوى الأحداث السياسية إحنا بقى إننا الحمد لله دلوقتي داخلين على التسعة تشهر من الكوفيد الكوفيد 19 كان الكورونا كانت من الأماكن اللي فيها حتة كمية أخبار ميس انفورميشن وديس انفورميشن وأكيد تعرضت على السوشيال ميديا على فكرة إنها مؤامرة عالمية وإنه ما فيش حاجة اسمها كوفيد والإخوة المتظاهرين حتى في دول متقدمة زي ألمانيا أمريكا وإنجلترا طلعوا في مظاهرات يا جماعة أسيبكم من موضوع الإخلاق والكلام ده ما فيش حاجة اسمها كوفيد وأنتوا بتحاولوا تسوألنا الهواء يعني فآه وارد وهنا الفكرة إنه طب بالنسبة بقى الفكرة العنعم دي أنا إزاي أقدر أتحكم فيها يعني مثلا إحنا شفنا في مثال كده لما الرئيس دونالد ترامب عمل تويتا وقال إنه هو فائد والانتخابات الرجل كسب تويتر حزفت أو رفضت يعني حزفت تويتا طب ده يعني خلينا نقول يعني جي من الطب في الإدارات فيسبوك تويتر لكن أنا كمواضيع يعني إحنا بقى كدول يعني دي شركات تفسد إزاي أقدر أقفك كدولة الفيك نيوز إزاي أقدر أتعامل معك أو آه يعني إزاي على يعني لو المصدر مش من الشركات الأم المالكة للشبكات التصالي الكبيرة إزاي أقدر أتعامل معك خلينا بس نتفق يا صديقي إن فيسبوك ما بتعملش أخبار ولا تويتر هم قناة وهي دي يعني ده ده تغير الفعلي في الإعلام يعني بمعنى إنه إحنا مثلا هنا إحنا مؤسسة إعلامية اتحاد الإزاع والتلفزيون فإحنا اللي بنصدر الأخبار وإحنا اللي بننشرها في الحالة دي إتحاد الإزاع والتلفزيون عنده قنواته على الفيسبوك وعلى تويتر طبعا برنامج عنده تقريبا كل برنامج عنده كل موزيع عنده كل ممكن يبقى فني في الستوديو عنده بالتأكيد والطبيعي إنه بيقول رأيه هنا أنت محتاج سيطر أو فكرة دمقراطة المعلومة إنه كل الناس تنشر عشان نتأكد من الحقيقة وده أريد بيحصل وده بيحصل بسم الله ما شاء الله تبارك الله بس مقول كل الناس تنشر بداعنا على معلوم خطأ وضعها العام أو عن معلوم أو عن عام سيقول لك حاجة الجملة اللي مكتوبة عن تي شيرت بتاعي ممكن تتفهم إنه عماريا مصر أنا بحب مصري جدا أو إن أنا بتتريع هنا وحد شفت ده جايبين ضيفي يتريع على مصر ويابس عماريا مصر بيتريع إنت ما هي الفكرة إنه إحنا محتاجين دلوقتي نربي المستهلك يعني إيه نربي المستهلك مستهلك الأخبار اللي هو المواطن اللي زي وزيك محتاج يتعلم يعرف الحقيقة من الكد لأنه كد سواء بالخطأ أو بالقصد طيب هاي هورد لك بالسؤال تاني هقول لك ما ده صعب يحصل وسط كم المعلومات اليومي الكبير هعد في كل معلومة بتجيلي في كل بوست بيتعمل له الشير في كل هعد أبقى أركز مع كم الكلام ده واشوف المصدر الأول ومصدر التاني ما برضو مشكلة مش مشكلة قوي هقول لك إزاي مع احترامي الجيلنا طبعا إحنا ناس كبيرنا في السن فتعلمنا بقى صعب صعب لا لا عفو لا طبعا حتى المسأل العربي القديم التعليمه في الصغر قنقش على الحجر والتعليمه في الكبر قنقش على الماء ده حقيقي طيب أنا النهارده الناس الكبيرة في السن نتعلمهم صعب بس ممكن أنا أملي في الجيل الصغير وعشان كده يمكن مجموعة من الإعلاميين وأنا بشوف أن إحنا بشتغل مع بعض نحنا بنحاول نعمل اللي إحنا ما نطلق عليه التربية الإعلامية للأطفال سيبك بالكبار خالص الكبار هنحاول نلاقي طريقة لكن الأطفال هم الأساس الزيب التربية الإعلامية للأطفال دي 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 متوقف عندها يعني زي ما انت عايز بس هي الزيكرة إنه أنا عايز أعمل إيه الحين حتى مش عنده عقل نقدي يقدر يفرق به أو يقدر يتأكد لهو بي يعني ممكن يتعامل مع المعلومات في صورها الأولية لا خالص فعلا للصغيرين دول بقى اختراع 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 وهو مع احترامي هو عنده الصبر والوقت إنه يدور احنا معندلاش يعني احنا عاملين زي إيه اللي بناكل أكلة سريعة خد الخبر ويجري لكن هو لا ممكن يأكل الفكرة إنه هي عاملة زي لو تفتكر تتعلمنا سوقت العجل فأنت في الأول في سوقت العجل بتبقى مركز في البدال ومركز في الجدون وهو وبعدين مع الوقت بتنقل الموضوع مع التعود بتنقله للسابكنشيس للعقل اللاوعي وبتبقى زي أول مرة فاكر سوقت العربية كنت قدقين تانش إنك ماسك الدريكسيون النهاردة دلوقت بتبقى حط الكوباية الشاي وبيتكلم واحد في التليفون وساند الدريكسيون فالفكرة إنه مع التعود ومع التدريب بتبتدي الفلترز بتاعتك تبقى أحسن ومع الأطفال ده جابت نتيجة مش عايز أقولك يعني هو لأنه هم بناء العقل النقدي بالنسبة لهم أسهل بكتير من بناء العقل النقدي لنا يعني أنا بجربها يعني أنا بدارس في الجامعة وبعمل اللعبة ديت وبروح مدارس أطفال من 8 إلى 12 سنة واعمل اللعبة ديت اللي هو لا الفلتر في الصغير أحسن لأنه كمان وهو صغير ما كانش عنده فلتر خالص فانت حطط الفلتر يعني إحنا ما تربناش تربية إعلامية واتربنا إنه أي خبر ينزل في أي مؤسسة إعلامية حنصدقه صح؟ فطبيعي إحنا بنعتبر فيسبوك مؤسسة إعلامية بس الأطفال ما بيعتبروش الفيسبوك مؤسسة إعلامية بيعتبروه قناة نشر اه يا فهم حلاك الحاجة بتقول إنه التربية الإعلامية لو المفهوم منضابك تربية الإعلامية طريق مهم جدا من الصغر للعصر القادم عشان تقدر تميز ما بين الأخبار وتقدر تتعامل مع هذا تدفق المعلومات الكبيرة تبدأ ده نعمله إزاي على أن تقوى سعمى ده برضو متاح للجميع احنا دلوقتي بنحاول نعمله تجريبي في المدارس ببعض تجارب ومظنش إنه بس اللي بنعمله في ناس كتير مهتمة ولو في حد مهتم من أصدقائي البرنامج يريت يبعث لكم ونتواصل معاه إنه نقدر نعمل ده في كذا تجربة يعني أنا بشتغل على فيلد تاني في الإعلام اسمه الجيميفيكيشن أو التلعيب إنه نعمل معلش ملهاش لغة عربية بالإنجلش سمع الجيميفيكيش هو تحويل المحتوى للعبة ممكن ده يبقى مسير جدا للأطفال لأن أنا ممكن أحط محتوى كتير جدا في لعبة فممكن يبقى التربية الإعلامية من خلال لعبة يتعلم منها مفهوم أنا للأسف هترى أقف عند هذه النقطة لأنه الساعة تسعة وده معد مجز الأخبار لكن لو تسمحينا بجزء تاني من الحوار نكون شاكين بفضلك عشان نتعمق فكرة التربية الإعلامية وإزاي نقدر من خلال تربية الإعلامية سليمة تربى الطفل إنه يقدر يبقى واعي أكتر بالأخبار اللي بيحصل لها وهو يميز الحقيقة ما بين الفيك نيوز أو الأخبار المزيفة أو الأخبار الحقيقة بشكرك مرة تانية أستاذ آيمن صلاح خبير تكنولوجيا لتصالات والإعلامية وكان جزيلا نورتنا